نستكمل معكم مشاهدين الحديث حول كورونا واستفسارات المشاهدين التي ننقلها للمختصين حيث ينضم إلينا من جدة استشارة الصحة العامة والأمراض المؤلية دكتور مجدي الطوخي أهلا بك دكتور مجدي ربما التساؤل الأول والرئيس الآن هو عن هذه الأنباء التي تتحدث عن بعض شركات الأدوية التي هي قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى لقاحة إذا ما صدقت هذه المعلومات كم يتطلب الأمر لتصل هذه اللقاحات إلى المواطنين الاعتيادين حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة قضية اللقاح والوصول إلى أيدي المستفيدين عملية اللقاح نفسها أي لقاح يأخذ وقت طويل بين سنة ونصف إلى سنتين حتى يصل هذا اللقاح إلى المريض أو المستفيد لكن يتضح أنه في استعجال كبير في مصانع الأدوية ومعاهد البحوث بتعمل ليلة النهار في الوقت الحاضر حتى أنها تستطيع أنها تنتج شيء يعني يستطيع أنه يقاوم الجائحة اللي سايرة في العالم في الوقت الحاضر فالأخبار بتقول يعني نسمع الآن أنه خلال عدة أسابيع أو قليل من عدة شهور أنه يستطيع أنه يعني يتم إصدار لقاح نتمنى أن يكون هذا الشيء صحيح لكن عادة في الأحوال العادية اللقاح يأخذ بين سنة ونصف إلى سنتين إذن هي ظروف استثنائية استدعت هذه السرعة من قبل مصانع الأدوية ومعاهد الأبحاث لإنتاج دواء لكن في الأثناء ما هي السبل الأجدى والأنجع بالنسبة للمواطن لتجنب الإصابة وإذا ما أصيب لكي لا ينقل الإصابة للآخرين قواعد الصحة العامة قواعد الصحة العامة يعني أساسية في هذا الأمر أنه غسل الأيدي بصفة مستمرة وبشكل صحيح هي قاعدة ذهبية دائما يعني تحث عليها منظمة الصحة العالمية وكل المصادر العلمية الصحية لأنها تقي في كثير من الأحوال إلى 60 بين 60 إلى 70% من الأمراض سواء بكتيريا أو فيروسية وبالتالي هذه خط الدفاع الأول ثانيا أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم الإختلاط الشخص المريض يجب أن يكون في معزل عن الآخرين ما في داعي أنه يكون موجود في التجمعات سواء هذه التجمعات تكون تجمعات ترفيهية أو تجمعات عائلية بقدر الإمكان نستطيع أن نختصر هذه التجمعات وتكون في سبيل منفرد حتى نستطيع أن نحتوي انتشار الفيروس لأن انتشار الفيروس سريع جدا وينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الرداد عن طريق السعال عن طريق العطاس عن طريق الكلام عن طريق اللمس عن طريق المصافحة طرق كثير جدا ينتقل بها الفيروس من الشخص المريض إلى الشخص المصاب وبالتالي نحاول أن نكسر دورة حياة الفيروس في الإنسان القاعدة الذهبية هي كسر دورة حياة الفيروس إن استطعنا أن نكسر دورة حياة الفيروس نستطيع أن نحتوي الفيروس وإن شاء الله نقضي عليه تدريجيا طيب في سؤال ربما بالنسبة للكمامة البعض يقول بأن الكمامة لا تقدم ولا تؤخر وأن على المريض فقط ارتدائها والبعض الآخر يقول لا الكمامة ضرورية لأن هذا الفيروس يستطيع البقاء في الهواء لمدة ثلاث ساعات عندما تختلف الدراسات وتختلف مصادر المعلومات ما هو الذي يمكن اتباعه والأجدى أن يلبس الشخص كمامة أو أن لا يلبسها لا طبعا أنا أدفع أو أيد جدا لبس الكمامة لأنها بتساعد في وقاية الشخص نفسه من الآخرين ووقاية الآخرين من نفس الشخص المصاب وبالتالي تضع الكمامة حاجز بين الشخص المصاب والشخص الغير مصاب أيضا تجعل حاجز بين جميع المخالطين في المكان سواء أن هو مصاب أو غير مصاب وهي ضرورية وما أعتقد أن الكلام الذي داير أنه لا يوجد داعي للبس الكمامة لا نعم أنا كرجل متخصص في هذا الأمر أؤيد وبقوة لبس الكمامة في المكان الذي يتواجد فيه أكثر من تجمعات وبالتالي نستطيع أن نقول هذه خط وقاية أولي وسلامة للإنسان والمواطن دكتور كما تعلم أن المداخل التنفس والفم والعيون أيضا يمكن من خلال أن ننتقل الفيروس كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من أن نلتقط هذا الفيروس من خلال عيوننا هل لبس النظارة نحن نشاهد من يعمل في المصحات يلبسون النظارات لكن هل من المجد أن يلبس النظارة شخص عندما يذهب للتسوق مثلا أو يكون في منطقة مقتضة بالناس؟ لا في الحقيقة قضية النظارة وقضية طبيعة دخول الفيروس إلى جسم الإنسان ما هو المكان المستحب لدخول الفيروس عن طريق العيون لأن الفيروس وطبيعة تكوينه ودورة حياته يفضل الدخول عبر الأهداب الموجودة في الأنف وكذلك عن طريق القصب الهوائية في الفم وبالتالي إنه هو الإنسان يلبس نظارة لكن الجهاز الطبي أو العاملين غير موصبية وبالتالي الجهاز الطبي يلبس النظارات كوقاية شخصية لأنهم يعملوا في مكان المستشفيات أو المراكز الصحية وبالتالي هي مليئة بالعديد من الفيروسات أو المايكروبات الأخرى قد يكون عرض الإصابة وبالتالي يلبس هذه النظارة وخصوصا طباء الأسنان يعني يوصى به أن يلبس النظارة أنا أشكرك على كل هذه المعلومات من جد الإستشاري في الصحة العامة والأمراض المعضية دكتور مجدي الطوخي شكرا جزيلا لك